عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثة قمة مع رئيسة المجر تناولت التعاون الاقتصادي والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الدول النامية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي ورئيسة المجر اتفقا خلال المحادثات على ضرورة العمل على التهدئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القصري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع الإقليمية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجر حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر مشيدا بعلاقات التعاون التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيد خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية مؤكدا أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومن جانبها أفمنت رئيسة المجر بشدة الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهديئة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القصري والتجديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تترق أيضا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحل حالة الأزمة وقد استعرض السيد الرئيس من جانبه الأثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية مؤكدا وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع